جاءت الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول من هذا العام لتوجه ضربة أخرى للعملية السياسية بدل أن تكون طوق نجاة كما أريد لها الانتخابات التي سميت مبكرة طرحت بناء على ضغط متظاهري ثورة تشرين الذين طالبوا برحيل النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية لكن حكومة عادل عبد المهدي المقالة التفت على هذا المطلب بالدعوة الانتخابات علها تنعش العملية السياسية التي باتت تعيش أسوأ مراحلها بسبب كم الكوارث التي جرتها على العراق لم يقتصر عوار العملية السياسية على أنها تأسست على يد الاحتلال الأمريكي أو أنها تشكلت على أساس طائفي بل امتد ليشمل هيمنة أحزاب وميليشيات معروفة بولائها للخارج وتحديدا إيران بكل ما تحمله من أجندة عدائية تجاه العراق ثمانية عشر عاما من عمر العملية السياسية حولت فيها العراق إلى خراب انهيار أمني وحروب متواصلة عملية تدمير وتهجير لمحافظات بأكملها لتأتي الأزمة الاقتصادية فتزيد من حالة البؤس التي يعيشها العراق أزمة جاءت بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة والسرقة الممنهجة لثروات البلاد وقد تجذرت الطائفية السياسية والتهميش والإقصاء وتمحور الصراع في النظام السياسي حول مواقع المسؤولية في البلاد ليس للإصلاح وإنما للهيمنة والاستحواذ مع ترسخ الدولة العميقة بجانب تفشي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وانتشار السجون السرية والتعذيب النتائج التي انتهت إليها انتخابات عام 2021 جاءت على غير ما تشتهيه ميليشيات تغولت وتضاعف نفوذها تحت سطوة السلاح فلم يرق لها سيطرة أحزاب وميليشيات أخرى تريد أن تستأثر بالمشهد ما زاد من حجم الصراع الذي اعتاد شركاء العملية السياسية أن يخوضوه لا سيما عاقب كل موسم انتخابي حيث يعقد بازار المناصب ويشكل الصراع الراهن على السلطة استمرارا لأزمة النظام السياسي وعدم قدرته على ضمان العدالة وحقوق الإنسان في العراق وعجزه عن تحقيق التداول السلمي للسلطة واعتماده على إيدولوجية إقصائية طائفية ما عمق من أزمات البلد وعكس خللا بنيويا خطيرا أسسا للفوضى السياسية وعسكرة المجتمع واستمرار ظاهرة العنف وبعد كل ما خلفه من دمار ظاهر للعيان يواجه النظام بشكل جدي إشكالية الشرعية السياسية ما يعني وصوله إلى مرحلة لم تعد تنفع معها كل عمليات الترميم والإصلاح